اعلنت شركة صناعات السيارات الالمانية اوبل بانها غادي تبدأ تصنع المركبات الكهربائية في قنيترا بالمغرب وصفات بان المغرب هو بوابة افريقيا وبانه غادي يوفر المصنعي دي السيارات الكهربائية سواء في اوروبا واحد القاعدة صناعية اللي هي قريبا منهم وغادي تقدر تكون بانها هي واحد المركز اللي تصدير المركبات الكهربائية بتكلفة جد من خافضة او لمعقولة الى منطقة افريقيا جنوب صحراء كبراء اللي تجهد واحد النمو سريع جدا اليوم هاتنا الانطلاقة مع مجموعة رونو لتصنيع سيارة جوغير اللي هي اولا اول سيارة في هاد الحجم اللي كتصنع في المنظمة الصناعية المغربية سيارة اللي كتعتها انصاف ديال سي وانا كنصنعوا سيارة للانصاف ديالها هاد السيارة هاد الحجم هي سيارة عائلية هي ايضا اول سيارة هاجنة يعني هيبريد اللي هاتتصنع في المغرب وهذا تطور وقفصة نوعية كبيرة هاد السيارة هاتتمكن ايضا باش تشغل المصانع ديال رونو في المغرب بكتافة حيث كنا عندنا على هاد السيارة اقبال كبير باوروبا بالاخص بحي تباعة العمل اللي فات كتر من مئة الاف وانتدارات انها غاتتباعة كتر من مئة وعشرين ومئة وثلاثين الاف اللي غاتمكن منظومة صناعية المغربية باش تقوى باش تجيب ايضا مزودين اكتر وباش تقوي القدرة الانتاجية المغربية وتقوي استعمال المصانع اللي موجودة في المغرب وتقوي الاقتناء ديال القطاع الغيار اللي كتصنع في المغرب هاد القفزة النوعية هي تنزيل ديالتوجيهات المراكية السامية من اجل جعل المغرب قد صناعي جيهوي وقري وعالمي اللي عنده مكانتو اللي عنده تنفسيتيو اللي عنده ايضا كفاءات لمعترف بها عالميا وبهذا علنت وزارة الصناع والتجارة المغربية بانه غادي تبدأ تصنع اول سيارة كعربائية ديال شركة رينو في مصنع اه طانجا في شمال المغرب كيف سمعتوه حسب الروبورتاج فوزير الصناع والتجارة رياض مزور خلال مؤتمر صحفي بمدينة طانجا بالنجاح لانه اشهد بالنجاح اللي يحققوا قطع ديال السيارات بالمغرب فبين ان الطاقة الانتاجية اللي وصلت تقريبا واعتمائمائة الف سيارة بوهد القوة ديالعاملة تقريبا مئتين وعشرين الف شخص في جميع انحاء البلاد مو ما تشوف المغرب كامل واكد السيارياض بان المغرب تيسعى الى تعزيز الانتاج ديالو المحلي للسيارات الكهربائية وبطبيعة الحال استجابة لطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية الهاجينة ليبغيد فحسب السياري الوزير ان البلاد بطبيعة الحال المغرب بدأت تتصدر اجزاء ديالسيارات اللي نحو تقريبا واحد السبعين ويجهة عالمية وبينها هادشي هو واحد انتاج اللي هو رائع نجاح رائع لحققتهم جمعات رونو خاصة رونو ما هو مبزاف ديال الشركات اللي استقروا في المغرب ولقوا واحد الجو ديال الصناعة وجو تصدير وبنية تحتية اللي هي ملائمة سواء الانتاج سواء التصدير سواء من ناحية الكفاءات المهنية ديال الناس اللي كان لديد العاملة اللي هي جده يعني كيف تنقوله تخيكالي فيه واشعار الوزير بان المغرب والتي تصدر واحد القائمة ديال الدول اللي كانت تنتج سيارة الاوروبا خاصة اه انه بعد شركة العالمية اللي نقدرون نقوله مثلا 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 فورسفاقان بزاف ديال اللي ماركة اللي هم انترناس ويونال اللي هم مجاهدين بزاف اللي ولو لقوا اه المغرب بانه عنده كفاءات كبيرة وان الصادرات المغربية في اه هاد القطع السيارات اللي ارتفعت بشي ثلاثين في المياني نتيجة هاد اتقل اللي وضعوها هاد العملاء هادوف اه المغرب رغم ان هناك واحد تحديات اقتصادية كبيرة عالميا والحمد لله بلغت الصادرات المغربية من سيارات في النصف الاول من العام الجاري تقريبا واحد اتنين وخمسين مليار درهم يعني تقريبا واحد اربعة فاصيلة سعود مليار دولار وتقريبا سجلات واحد ثلاثين فاصيلة واحد في المية حسب اه مكتب ديال الصرف وحسب مكتب الصرف وقال لك بان اه اه كانت تقريبا واحد ماتين وخمسين مصنع مغربي ديال السيارات والتي تقريبا تصدر قطع الغيار اه تمكن من احتلال المرتبع الاولى لصادرات الصناعية ديال المغرب وهو راتجاوز مبيعات ديال الفوسفات يعني الفوسفات ولا مرسبة ثانية بعد ما كان اه تحت المرتبع الاولى ففي يونيو اه الفين وعشرين كانت اعلنت شركة الشركة فرنسية سيتروين قلت لك بانها غاديتش اه تصنع اول سيارة كهربائية في المصنع دياله في كنطرة وبطبيعة الحال ارى انجحت في هذه القضية واستطعت انها تدير هذه القضية هذه في ديسمبر وكشفوا المغرب عن النموذج ديال المحطة لشحن سيارات كهربائية اللي ينتجها محليا بطبيعة الحال وحاليا ارى محطة ديال الشحن ارى منتشر عبر ربوع المملكة فا فلوط ورود دابة فشت المغادي فلوط ورود تتلقى بزاف ديال محطة ديال الشحن في عدة اللي كانوا في طريق تقريبا فيهم كل محطة تلقى في وعد خمسة ستة ديال المحطة ديال الشحن اه بالنسبة للوقت ديال اه ديال الشحن تتراوح بين اه تقريبا شيء نصف ساعة نصف ساعة حتى ال اه خمسة وثلاثين دقيقة ولكن راتي على حسب اه بعض يعني بعض الاخبار تقولك بان ارى هناك اه مساعي باش انها ما توقش توصل عشرات ديال دقيقة كي وكيف كنت قلت لكم شي مرة كنت ديت وعد مرة واحد للفيديو على هدوك السيارات اللي يبغيد والسيارة ديال الكتريك فاقلت لكم ارى اه بالنسبة للناس اللي بغوا يشيروا السيارات مازوت وهذاك شي فعال جديدة فبطبعة الحال ارى ها القادية رأى خاسرة جدا لانه شرية السيارة ده بمازوت وراه المستقبلة وهذا السيارة اللي هما يبغيد ولا السيارة اللي هما كهربائيا علاش لانهم اولا اقتصاديا في المازوت اقتصاديا بزاف والانقيين فتفر كباو اسمي ما فيهم الصوت ما فيهم الصداع ما فيهم مش اسمو وبالنسبة لآ اسمي تقريبا زيرو ريباراسيون ما فيهم شا ريباراسيون بزاف والمشكل ديال دو كل السيارات ابغيد هي ان هم فاشا تفوت واحد الصرعة معينة تمك تبدأ كي يخدم ليسانس يعني تنظن الله ما اعقلتو اش خمسين كيلومتر تقريبا ولا ما استين كيلومتر تقريبا اي تتوصل هاد القيس ديال كيلومتر في الساعة تقريبا شي خمسسين كيلومتر في الساعة كي يبدأ يخدم اسمي توليسانس وليسانس عاودي انت عاودي شارجي لكل اسمو عاودي شارجي لكل الباتري اللي اللي كان خدام قبل ومن بعد عاودي تاني فاشا تنقص تاني في الساعة مثلا في شي دورة ولا في اسمي توليتي بلي يخدم او تاني توليسانس يعني في وسط المدينة هو هاداك السيارة يبغيد خدام يعني من داك شي مئة في المئة ولاني بنسبال طريقة طويلة وهذاك شي رات يخدم ليسانس تتولي غاب هلا غادي بليسانس ولاني هي تتنقص السرعة كتا عاودي يخدم تاني الضو وغادي او كتان مهمة كتا تتصل السرعة اللي هي مناسبة للضو كي يخدم وكتا تقطع الخدمات ديان ليسانس وكتا تزيد في السرعة تتعاودي تقلبها او تاني خدمات ليسانس تكون غادي بواحد سرعة ليسانس لهم مثلا المحركات اللي كتا تكون ديالة الضو حيث المحركات ديالة الضو لا تصل لك مثلا مئة وعشين كم في السامة لا تصل لك من بعد ان شاء الله ما تتقدم وذلك شيء غادي توصل ان شاء الله غادي توصل وراء هذه المحركات والسيارات الكهرباء يرى هم المستقبل بسبب الناس اللي بغوا يشريوا مثلا سيارات اللي عوانين يشريوا السيارة هادا ديالة الضوء تارابة يضربوا حبل